بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير مبعوث لخير أمة أخرجت للأنام سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد فإنفازا للوعد بأن مما أثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة حقوق الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو معتقده أو جنسه أو لونه اغتنم رسول الله سلم وجود الآلاف المؤلفة في سفوح عرفات في حجة الوداع فألقى خطبة هي طبعا كبيرة لا تسع المقام أو الوقت لإرادها لكن نركز على بعض البنود الرئيسة التي هي حقوق للإنسان في واقع أمرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ أولا يا أيها الناس ويا بني آدم ولم يخص لم يقول يا أيها المسلمون ولا يا أيها الذين آمنوا لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بدأ بعصب الحياة إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ده الأساس الدم دم سواء كان دم المسلم أو دم الغير مسلم العرض عرض سواء كان لمسلم أو لغير مسلم المال مال سواء كان لمسلم أو لغير مسلم فما سبتت من حرمته للمسلم تثبت حرمته لغير المسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن دفع الظلم المجتمع فقال صلى الله عليه وسلم إن دماء الجاهلية موضوعاً له الثأرات لمزالت الآن عاد إليها بعض الناس لسيما في المناطق المعروفة قال إن دماء الجاهلية موضوعاً تحت قدمي وإن ربا الجاهلية موضوعاً ولكن الرسول عليه وسلم أراد أن يعطي القدوة من نفسه أولاً وهذا يؤصل لنا من اللي بيتكلم عن الفضيلة شيء محمود لكن لا بد أن يطبقه على نفسه وأن يكون هو أصلاً يحتزى ويختدى به صحيح سليم ابن ربيعة بن الحارس بن عبد المطالب من أقارب الرسول النسبيين والرسول بقى ما قالش لا هم أخذ طاره الأول لا هو خلاص يعني أفل الباب في الثقر والأغرب بقى لما جاي يكلم عن واضع أو الغاء أو تحريم أو تجريم الربا بدأ بعمه العباس سور يعني الرسول في التطبيق العملي بدأ بأقاربه يعني ابن ربيعة بن الحارس بن عبد المطالب ده في الدماء ده من أبناء عمومته بالضبط كده إما جاء في الربا طبعاً الكلام ده قبل تحريم الربا يعني سيدنا العباس كان لأنهم مش كان مرابي لكن هو كان يتعامل بناء على ما كان قبل الإسلام على ما تم الاعتياد عليه بالضبط بالضبط إلا أن أول ربا أضعه والعباس عايش قال ربا عمي العباس ابن عبد المطالب رضي الله عنه أرضاه ثم انتخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء وهنا عتاب المحبين لو أننا أحسننا يا سعادة النائب الإعلامي الواعد يوسف بن الحسيني تسويق جواهر ونفائز دينا ما جلسنا كالتلاميذ تعلمنا الأمم المتحدة والوليات المتحدة الأمريكية حقوق الإنسان لأن من المنطق والواقع إحنا اللي نعلم نعلم يعني شوف مثلا ما رساله السلام يقول ليه اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أيها بالتسلط والجبروت واستحللتم ما فيهن معروف دول معاشرة بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولكم عليهن حقا يعني قال إن الحق اللي لكم كرجال إنهم لا يأذنوا لأحد تكره هناه أن يدخل البيوت تمام وحقوقهن إليه النفق الشرعية رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن رسول عرج أو بين أو نبه أو نوه على حقوق المرأة كمرأة فاتقوا الله في النساء واتصوصوا بالنساء خيرا ثم إنه صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك إلى المرجعية وده الأساس يا سيدي لما سيد الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله نادى بتجديد الخطاب الإسلام إن تعرف هو معنى الكلام إيه نعود إلى المرجعية الأصلية كتاب الله وسنة رسولي إنما احنا بنطبق هنا الآن أنا بقولك بقى بالصراحة وإن قول الحق كما قال سيدنا عمر دي العنو ما أبقى ليه صديقا احنا بنطبق مذاهب في الدين احنا بنطبق مذاهب في الدين احنا استبدلنا المصادر الأصلية الأصيلة اللي هو القرآن والسنة قال فلان وقال علان سواء بقى كانت جماعة إخوان سلفية دواعز شيعة خلي بالك دي كلها أقوى البشرية سليم انتقل الناس من الإسلام الدين إلى مذاهب في الدين لكن إذا أردت خطاب إسلامي صحيح ارجع للمصدر مرة ثانية المصدر نقل المصدر هدى المرجعية لكن نحن خلطنا بين الشريعة كمصدر تشريعي وبين علوم الفقه الإسلامي ولذلك مثلا إيه لما قدسنا التراث أنا لا أهيل التراب على التراث لكن ما قدسوش ما قدسوش لا إحنا قدسناه المقدس هو كتاب الله الكتاب وسنة رسولي إلا صحيحة لكن إحنا قدسنا التراث بغثه وسمينه بقضه وقضيضه بخطئه وصوابه ممنوع المساس توارسنا من أيام العثمانيين ليس في الإمكان أحسن مما كان ومرحلة السلف هي المرحلة التي لا تغير ولا تستبدل هذا خطأ المرحلة السلف كانت مرحلة تاريخية مباركة انتهت سنة 500 هجرية اللي بعدها مرحلة جديدة لها مستجداتها ولها مستحدثاتها ولها عوارضها فالفقه يتطور بتطور المجتمع لا مش رضي وبمستحدثاته وده اللي عمله الإمام الشفعي لما جاء من العراق ولقي عادات المصريين تخالف عادات العراقية ففي العراق كتب المذهب القديم وفي مصر كتب المذهب الجديد انت الآن واخد التراث كله مقدس فدي عايزة مين؟ عايزة روح محمد عبده الإمام محمد عبده رحمه الله عايزة روح الإمام المراغي رحمه الله عايزة روح الشيخ جوهارة طاوي عايزة البحث والتجديد والاكتهاد إنما الآن انت عندك فكري سلف يريد سلسلة فكرك ويديك بقى عراقي لقولك حاسب السلف والفرقة الناجية السلف لا يخطئ السلف معصوم ما فعله السلف يسير عليه الخلف عليك بلبن البعير وبأكل الشعير وباكتناب النوم على السرير هم كده أنا بكلمة جاد واس واضي القضية وده عندهم ده الدين لكن لما شوفه الرسول عليه السلام ييجي برضه للايه للأمن المجتمع يقول أيها الناس اسمعه وأطيعه وأن أمر عليكم عبد اللي عدم الخروج على الحاكم طبعا إلا إذا كان ظالم زي ما خرج الشعب المصري في 30 يونيو قد تبالك ده كان اسمه إجماع أهل الحل والعاقد لأن المؤسسات الفاعلة في المجتمع من المؤسسة الدينية الأصدر الشريف والكنيسة المصرية الكبرى والأحزاب السياسية والجيش بأفرعه والشرطة المدنية كله توافق مع الثورة الجماهيرية يبه هنا احنا بنسميه في الفق الإسلام إيه لما تجي تكيف 30 يونيو اسمه إجماع أهل الحل والعقد لهم لهم إيه وجهاء الناس قد تبال حضرتك إنما إذا كان الحاكم عادل وبيبزل مجهوده للوطن كوطن مش لجماعة مش لطائفة ممنوع مش لمصلحة الفرد مش لمصلحة الفرد أو مصلحة مجموعة قليلة لا 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 خدت باسياتك أو ورجل يكون عنده استشارية للدولة مش استشارية يقول لك أنا أعمل دولة دينية وسزيط العالم مش عارف إيه ويقلد الحرس الثور الإيراني ما ينفعش يا سيدي هتبالك يجي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأن المسلم أخو المسلم سليم أوه طبعا بيخطب مجتمع المسلمين لكن ده لا يغفل إن الأخوة الإنسانية لها أصل متجزر في الإسلام